لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله درزككم كما يرزق الطير تاخدوا خماصة وتروح بطانة صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في احسن حال يسعد صباحكم بكل الخير والبركة والرزق والتفائل ورحة البيت وربنا يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم يا رب وتسلم ايديكم وعنيكم كل بيحطوا لللايك وعايز قناة تكبر بفضل الله ثم بيكم يا احلى متابعين في الدنيا يلا بقى كده اذكروا الله وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلاة انت فرجوا الهم وتزيحوا بها الغم وتسددوا بها الدين وتحققوا بها الأمال وتشف كل المريض وترزق الجميع يا رب العالمين وزي ما انتوا شايفين يعني اول حاجة كده بعملها هو بنزل للطيور اول حاجة وزي ما انتوا شايفين بقى كده لقيت فرخة يعني قدر له ما شاء فعل والحمد لله على كل حال والله برمي منهم يعني بس مش بصور معاكم يعني اه رميت كم واحدة وما بصورش معاكم الفراخ اللي انا برميها لكن ده كده بقى هو جبت معاكم عشان اعرفكم لان انا مش مقصرة معاهم بس الحمد لله يعني قدر له ما شاء فعل وزي ما انتوا شايفين يعني احلى مراعية واخر مراعية زي ما انتوا شايفين اهوت اه تعقيم بعاكم اه نشارة او بتبني بحط تحتهم عشان يبقى المكان تحتهم ناشف وطبعا اهم حاجة مكان الطوب تشيل بقى كده الطوب مكان المية دوت عشان المكان المية هو اللي بيعمل بكتيريا وبيعمل اه ميكروبات او حشرات فلازم بقى كده ان احنا نغير مكان المية باستمرار المكان المية يعني عشان بنعملش بقى كده رواس بتاحتهم ويبقى فيه ميكروبات او حشرات بروش بقى كده جير وهجيب التبني كمان وهو عاكم المكان وزي ما انتوا شايفين او ده كده اول حاجة بعملها هي شغلة الطيور عشان طبعا انا بنزل مدور التالت ويبنزل الطيور دوت يعني كام مرة في اليوم عشان طبعا الحاجة دي بتبقى متكلفة والحاجة غالية وطبعا لازم ان انا ارعيها حاجة وبدأت فيها لازم ان انا ارعيها منفعش بقى كده اصر فيهم او اصر معيهم وطبعا ده كله ما ينفعش واي واحد عايزة تعمل اي مشروع لازم تبقى هي فهمة ازاي تبقى واخد بالها فيه طبعا حاجات اهم عن المهم شغل بيتك وترعي زوجك واولادك ونظافة بيتك وكل حاجة مطلوبة منك في البيت ده كده اول حاجة بتبقى الاهم بعد كده بقى عايزة تزودي بقى مشروع تعمل اي حاجة حاجات مهمة اوه بس طبعا منفعش ان احنا نأصر فيها ونأصر في شغل بيتنا عشان حاجة عملنا فمنفعش طبعا عنوان الفيديو عشان كده بقولك طبعا انا مش مقصرة ولا حاجة لكن بعرف اي واحد هتعمل اي حاجة زي كده تبقى فهمة انه ما تأصرش مع بيتها وجوزها واولادها وده كده اهم حاجة في الدنيا عن اي مشروع واي حاجة تاني فزي متوا شايفين اهوت طلعت بقى كده علشان انضف البيت وطبعا بطلع بقى كده بغير هدوم كلها وعشان طبعا اهم حاجة يعني نضافة البيت وما تحسيش بقى كده انت عاملة مشروع فراغ زي كده يبقى في اي طبعا ببقى لي ريحة لي حاجة ماينفعش سواء بقى مشروع ما واشي مشروع طيور يلازم الواحدة تبقى فهمة ازاي نضافت بيتها ونضافتها قبل اي حين فطبعا بطلع بقى كده عشان ماينفعش اننا اه بغير بقى كده الهدوم وباخد شوار وكبير مكان رجلي كمان بقى ادخل الشقة بجيب شبش بالحمام حد بيجبولي من اولادي وقال بيسيبش بالحمام وادخل بيه كمان عشان لو في اي حاجة في رجليه بادخل بقى كده على الحمام وغير بقى كده الهدوم واخد شوار وبعد كده اطلع زي ما انتم شايفين كده بقى نضافت البيت والاولاد وده كده اهم حاجة عشان طبعا من الفشل ان احنا نقصر في حاجة لازم تبقى كل واحدة بغد بالها هتفتحي بقى كده باب تاني عليك او حاجات تانية ما تقصريش في اللي هو الباب المهم او الباب الاهم وطلعت بقى كده علشان انضف بقى كده الشقة هوت وعملت بقى كده الركنة وعملت تحتها مش كنت شايلة سجاد حطوته في الشمس دي الشمس وهانا بقى هحط ايه دوني وبرسيل جل ويبقى يعني افرفش بقى كده البلاط شوية وتبقى ريحة معطر كده تكون جميلة او دوني ده في المكين وطبعا لازم كده ان احنا نتوكل على الله في كل حاجة اي حاجة حط فيها ربنا قدام عينيك على طول اي حاجة سواء حاجة كبيرة حاجة صغيرة توكلي فيها على ربنا وان شاء الله اللي بتوكل على الله ربنا ان شاء الله مش هيكسفه ولا يغزله بازن الله لكن لما نتوكل على بعض كاحنا كبشر طبعا كلب البشر متغيرة ما فيش يعني ممكن في لحظة تلاقي انسان تكوني حلوة معاه وما فيش اي حاجة خالص وبتلاقي مرة واحدة بقى مش عايزة اقولك عدوك يعني فما ينفعش ان احنا طبعا نتوكل غير على ربنا لان ربنا هو استند الدائم دايما هو اللي بيساعدنا في كل حاجة بدون اي مقابل انتوكل على الله فهو على طول طبعا لما كلمة توكل يعني احنا يعني يا رب طبعا احنا ضعيف الحال واحنا قدرتنا ضعيفة فتوكلنا عليك يا رب انت فهو بتوكل على كده يعني احنا كده لما نقول توكلنا عليك يا رب يبقى احنا ضعيف الحال يا رب واحنا بنتوكل عليك لكن عشان نتوكل على البشر فما ينفعش طبعا لان ربنا هو استند الدائم وهو طبعا ربنا هو معين في كل حاجة بعد كده دخلت الحمام بقى كده اصبا الحمام حطت هنا كلور وحطيت برسيل جل وادعك برضو كده الحمام وفرفشه وقا كده زي ما قلت لكم تحسس بيتك وزوجك حتى لو عملت اي حاجة تانية ان انت برضو البيتك نظيف وانت نظيف اهم حاجة وكل حاجة حاوليك نظيف ما تقصلش في بيتك ولا في اولادك عشان الحياة تمشي كده والحياة تستمر وربنا يسعد ايامكم كل مفتاعين وكل حبيب في كل مكان بدعك بقى كده هو السراميج زي ما انتم شايفين طبعا عشان ببقى مكان الصابون مكان المية اللي بتيجى على السراميج وبتلاقي كده تحس ان مكانه مجير او مكانه ابيض فشوية الكدور بقى كده مع شوية برسيل الجل بنضاف لك كل حاجة وبيعكم طبعا بستخدم هنا السلكة اللي هي الخشنة بتاعت السراميج لان سلكة الموعين بتعمل هارية كده وبتعمل صدى في المكان يعني مهما تخسلي برضه بتلاقي سلك الموعين بيعمل صدى لو سبتين مغسلتهش كويس اه ممكن تستعمل سلك الموعين لكن عشان ان انت مشتشطفي بقى كويس كده وتخسلي كويس هتلاقي يعمل مكانه صدى فهتعمل سلكة الموعين وترميها ماشي كويس لكن انت تغسطف بقى كده الحمام كتير بمية كتير عشان ما يسيبش اي سلكة مهرية من بتاعت الموعين وتعمل صدى بعد كده على اي مكان البنيه بقى كده والحوض وبغسل اي حاجة هود وطبعا بشكركم حبيبي كل جبار بخطر الفيديو اللي فات ويا كتب تعليق حلوة يا اخوات زوجي ربنا يبرك فيكم يا ربو يخليكم وطبعا انا بعمل كل حاجة في القناة عشان طبعا يعني الله مصال على سيدنا محمد انا بوعلوكم في الفيديوهات ففيديوهات الطيور فيديوهات الخبيز فيديوهات كل حاجة بعملها معاكم فيديوهات سوق مشتريات فباذن الله كده مستمرين وكانتنا باذن الله هتكبر بفضل الله ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا وازاي ما قتلكم بشكركم حبيبي كل اللي معايا من زمان وعلى عني وعلى راسي واللي دخل عند جديد بقول لكم شرفتوني ونورتوني انتم املي في وجه الله يعني بيكم ان شاء الله كناس هتكبر بفضل الله يلا بقى كده حبيبي انا ما قلتلش يعني بقى فاكركم تاني باللايك حطوا لي بقى كده اللايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس امرا ومشايفين بقى كده عمالة بقى كده طبعا الحاجات دي شغل المية ده ببقى شغلة جميل وشغلة ممتع لما تخش بقى كده تغسلي البلاط وتغسلي وتصبلي الحمام وكل حاجة فانت بقى كده بعدها بتحس براحة نفسية لكن الاعدى والدفع والكسل ده كده بيجيب اكتئاب وبتخلي الواحد مش مرتاح خالص لما تدنك قاعدة كده بتلاقي نفسك زهقانة من القاعدة ومش مرتاح طبعا لما سكت برضه هو تتوليت او قاعدة الحمام عزاكم الله كل حاجة تصبينا كده وبالفرشة برضه والكلور معاكم وجميل لما نعمل بالكلور وبفرشة الحمام اهو برضه يعني الهتة التحت دي في ارضية القاعدة يعني بعملها بالفرشة شوية كلور كده وبالفرشة بتخليها زي الفل معين خلاص بقى كده اخر اليوم خدمت بايه دخلت بقى كده على المطبخ عم كنت عاملة مكارونا بالسلسة وحطة بقى كده عليها فلفل يعني زي ما انتم شايفين ان شاء الله هبقى عملها معاكم بالتفصيل لكن بس عشان الفيديو ما يطولش معاكم حاولت بقى كده اعمالها على السريع على طول وكبد واو نص بتاعة الفراغ كانت عدي برضه في الفريزر طلعتها جنب المكارونا وهعمل بقى كده شوية سلطة وشوية مخلل يعني هو ده كده كان غدانة في اليوم ده رب كده يكون فيديوهات بتاعجيكم مخفيفة عليكم ان شاء الله بعد كده بقى ابني كان رايح الدرس واصحابه جمع عدوا عليه وجابوا اندومي بقى كده هوت وطبعا انا بيعني برفض خالص انهما يعمل اندومي بس بوافق كده في اي يوم في الاسبوع خليه يعمل مرة ولا حاجة اندومي فطبعا انا مردتش اكسفه اصحابه فقلتي ماشي لك انا هما طبعا هيروحوا الدرس وجايبين اندومي فحاطت لهم في المجاة هوت وحطوا بقى كده على الشطة وكمان توابل الاندومي وكنت في الوقت بغلي المية عشان احطوا لهم يعني طبعا مش بحب ازع على الابني ولا زع على اي حد فطبعا لازم كده الواحد هتلاف جايبين الحاجة خلاص مش نكسفهم وطبعا ربنا هو يحفظهم الله مأمن يا رب العالمين حطوا بقى هنا الشطة وحطوا التوابل وكمان حطوا بيحطوا علىها برضو مكعب مرأة يعني مكعب كده على الثلاث مجات زي ما انتوا شايفين كده وده كان فيديو معاكم النهاردة حبيبي يارب يكون عجبكم من الرضاكم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة